الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إذا هناك متصل فأنا أستمع إليك نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سمية من بليدة مرحبا بيك يا أختي نعم برك الله فيك شوف شيخ على بالك أنا كنت مزوجة في عينتي موشنت نعم ومعد تتزوجت رح تقعت كريت ومعد ما قدرتش للكريارات لي ما قدرتش فقال لك يخلص مليون وخمسمية ما قدرتش يكري ما قدرت المسؤولية على الدار نعم ومعد جيت الدار ما تخلصت لنا الكريات في الدارنا بعد قعدت الزت يامات ضرب تسعة سنين وانا في دارنا وكل خطر يقولوا لي حتى يجي كنا ديرين دوسيه فيه على السوسيال كل خطر يقولوا لنا بوك الجيل بوك الجيل لجنة بوك الجيل لجنة ومعد عاية الوحيد للأخ في وزارة الداخلية دي الانترفون في وزاة اللجنة فتنقعدنا ومن شاحة سمحتنا الخبر جاني من براقلنا طاولوا الدار ومعد حتى تتنين ورقة بيش نوقف في داشتراح فوق الرابيطة مفهم دواله لا حول ولا قوة إلا بالله بالعقل يا أختي شعال قعدت متزوجة في عينتي موشنت يعني قعدت وديدي له 13 سنة الله يبارك قعدت 13 سنة في عينتي موشنت متزوجة ما قعدت 13 سنة من هذو 13 سنة خرجت منهم ست سنين وانا في دارنا ومعد سمحني بعد ست سنوات روحت إلى بيتكم بحجة أزمة السكن هكذا ايه أزمة السكن وقعدت تسع سنوات وانتية سني في هذا الرجل باش يضبر سكن وانهار جاك الخبر أنه ضبر سكن بعتلك ورقة الطلاق هكذا ايه مكتوبة فوق الرابيطة مفهم دواله لا حول ولا قوة إلا بالله واش كاتب الأسباب يعني لماذا ما كانت تسبق قالها قالها بنت فاميليا ومقصلة وكلش قالها نطلقها آه بنت فاميليا ويطلقها لا حول ولا قوة إلا بالله معنى تالو كان جات مشيب بنت أصل وتشيبه قبل المشيب كان يشدها هكذا هذا هو المعنى انت عود ما فهمت والله ما نفهم معنى باك راك راك بتنيك شغل خلعك شغل شوك قولي لي يا أختي عيطولك جلسة الصلح ولا ما عيطولكش عيطولي جلسة الصلح قاكلوا الشيجة قاتلوا سيدة الرئيسة هادرة تمعه قاتلوا ولا تردها قالها ما رداش نطلقها قالها قاكلوا كان ردها نعودوا نقولوليك ما سهمت والسيدة بالضربة واحدة وفي جلسة الصلح وش قال الأسباب انتاعوا يعني ما قال والو قالها هي بتفهمين يوم أصلة وانطلقها قاتلوا قاتلوا اندي لق إهمال عائلي ودارولوا إهمال عائلي ما زال ما داروش 14 مني ان شاء الله بي حول الله يصدر الحق وعندكم أطفال ولا ما عندكمش يعني عندي ولديك 13 سنوة بنتي 9 سنين وذكراني هنا يكان أم ويبعث للدراه منشرينهم وقعدوا كما عندي لما تخول لا دار دا والواني في دار نظر الوراطة لا حول ولا قوة إلا بالله وقد وقلت 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 موت جداتي يقص ما عندي شكاونا الروح لا حول ولا قوة إلا بالله أيها رجل اتق الله مدام تقول بأن هذه بنت أصل ومدام ذكرت حتى السبب يدعوك إلى الطلاق ومدام صبرت تسع سنوات في بيت أهلها لماذا تذهب إلى الطلاق والطلاق وأبغض الحلال إلى الله أنتي مدتينوش حاجة تخليه يغضب ولا ويلو 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 ما يعيط لي دايني فلوجيتي مألي بما مكين ويلو ما قدش حتى انتصر بي بشو قوله بعث لي الدراهم العيط للجارة والجارة من اللي تمني ولا تمتفت آه تعيقي للجارة باش تقولي لها قولي لو باللي ولا دور وهم ضايعين ولا جيعانين ولا لا حول ولا قوة إلا بالله لقد بتاعي عنده شهرية قليلة مليون لغة خات وكنا تشرب نغر جداتي اللي راي شوية رايحة يا عنده بتعين سمال عنده لغة خاتة جدية اللي راي معاونتني وتواسيني وقع وهذا الوقت على الطلاق مكتوب طلقة واحدة ولا طلقتين ولا ثلاث طلقات ولا واش مكتوب يعني لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا بلا سبب بلو حتى حجر غرفتني عمرين لو كين انترت حجر قول بالك ما تدرت جواله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الظلم ظلمات يا أختي الظلم ظلمات يوم القيابة الظلم ظلمات يوم القيابة هذا اللي حنقول لي قولي حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل هكذا قولي له هكذا أنا لا رأي ما لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الرجل لما كنت عنده في عينتي مشانت كنت سعيدة مرتاحة ولا كنت ما ما كنت سعيدة مرتاحة كان يشرب الشراب كان كان بزافة يجير واحد الحاجات ما يجيش للدار كنت أصبرت واحد الحاجات أصبرتهم بزاف وهذا إذا كان يشرب الخمر ويصرف أمواله على الخمر انتي وعليها ركي ندم عليه يا أختي ما رانيش ندم عليه ما رانيش ندم عليه المشكلة هو ما يبعثش لولاده ما يبعث الهمش يعني المشكلة في النافقة كنت بش ندي الأفوقات ولا كش حاجة الأفوقات عونوني فيها غير الناف والطلاق قل لك ثلاثا يعني يطلقك بالثلاث بالثلاث والطلاق الثلاث يقع ثلاثا أنت تعلمين هذا ها الآن أجري مع المحكمة بش يبعث لك النفق انتاعك هذا ما كان هذه النفقة ونبعث هذه لا لا سيبعثها القضاء سيجبره على إرسال هذه النفقة وهذه من حقك بلام زيته يصرف على أولاده وعندك مسكن حضانة يعني يبعث لك حقك يرائي مسكن هذا هو القانون وهذه هي الشريعة وهل كان يضربك يا أختي كان يضربني ايه ضربني وصل الخطرة كنت نقيف البطاطا قعد يهدر على أخته شريتها لكنها موصة جديد قعدها نهدر قتل وما نهدرش معاها قتل ودرت فيها الشر ودرت فيها المنقر ما نهدرش معاها يرفض هذا كان مسهولي في رجلي لا حول ولا قوة إلا بالله كان يضربني يضربني لا حول ولا قوة إلا بالله وقع الطلاق ثلاثا مدام تلفظ بالثلاث فقد وقع الطلاق ثلاثا إلا إذا كان سكران إلى درجة رأسه يسبق رجليه لا نهدر مار ما شيء ما كان سكران كان في كامل قيوة هالعقلية إخلاص إذا وقع الطلاق شوفي مع المحكمة تبعت لك النفق أنتعك وتجبره على النفق إن شاء الله وتزوجي ولا تبقي بلا زوج هذا هو الحل انتعك يا أختي المرأة لا تبقى بلا زوج إذا جاءك النصيب انتعك وربي يعوذك خيرا إن شاء الله ودوام الحال من المحال يا فضيلة الشيخ أنا مانيش نحوص على الزوج ولكش حاجة أنا نحوص كيفاش نكبر ولادي غضوة من الغضول وكان يبيع الضار ما عنديش حتى ونظوح باش تكبر ولادك لابد لك من زوج أنا أنصحك بهذا يا أختي أني يعرف مشكلتك أني فهمتها كان عندك زوج خمار كان عندك زوجي جوعة كان عندك زوجي يضربك كان عندك زوج دالك حيلة باش أحتي لداركم قعدتي تسع سنوات وانتي تسني فيه نهار دبر السكنة طلقك خلاص وطلقك بالثلاث أسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا يعوذك إن شاء الله ما مضى من حياتك الصبري والطلب النفق انتعك من المحكمة شكرا يا أختي الله يكون معك يا أختي الله يكون معك الظلم ظلمات حسبنا الله ونعم الوكيل أتهزأ ودعيتي عليه دعيتي عليه هذا الرجل أنا قد حسبي الله ونعم الوكيل خلاص شوف ربي طه زراري مشي تروجه طه محمد الأمين وفاتحة الله 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 أولاد إن شاء الله يخرجوا من الصالحين إن شاء الله إن شاء الله شكرا يا أختي شكرا أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما فعل الدعاء سهام الليل نافذة فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء إذا المرأة صالحة فأنت ظالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا